موسيقى اليوم قمنا بندو الصحفي مقر نقاب صحفيين تونسيين كان موضوعها اللي هو التنديد بالسلس المماطلة والتسويف الممنهج اللي ما تنتهج فيها وزارة الإشراف مع الحكومات المتعاقبة لكل خلال عشرة سنوات تضوم احنا شنين المطالب امتاعنا كانت متوفرة في الوقفات امتاعنا اللي احنا ديجاء عملنا في العام هذا قرابة اكثر من 25 وقف احتجاجي المطالب ما تغيرتش على اتداد عشرة سنوات انتداب دفعة 2011 البقية دفعة 2011 دفعة 2012 دفعة 2013 وبرمجها الباقي الدفوعات الاحصائيات اللي خارجتنا من اليدار العام والطلبي البدني 2175 شغور احنا كيجينا مش نشوفو الموضوع متاعنا وين المقال متاع وين وصد دفعة 2009 ودفعة 2010 وقع الانتداب بصفة التعاقد اذا ما يمنحوه صندوق النقدولي احنا زادا من سالش راضين بي الانتداب مباشر ما نجموش اما كحل وقتي احنا راضين بي الانتداب بصفة التعاقد وي نجمي يصد الشغورات احنا كنتي حتى لبا مش نغل قول معاهد الاربع ما عادش فاهم اقراي ما عادش فاهم اش حل للانتداب ما عادش فاهم اضم توقع واذا الامور القانوني نحكي فيهان فاهم الناس مش نمش لسفارات الاجنبيش تطلب وجود خيلة واعلام مفضيحة النخبة منتاع البلد مش تخرج هكي اثنين فاهم الناس مش تحكي حتى على حرقة قوار بالموت مش تركي في قوار بالموت فاهم نس تحكي على حرق مفضيحة الولايات الجمهورية لكو نحنا وديت تونس لكن ادكارت اربعة وخمسة ولايات بس لتسوق الاضراف جوع وحسي الى حين اعطيني الحل للانتداب لا شيء غير الانتداب